بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء العزاء المشاهدين الكرام في كل مكان ورحب بكم مرة أخرى في مساحة جديدة من المثاقفة والثقافة القانونية في الحلقة السابقة تكلمنا عن القانون بشكل عام والآن نتكلم شوية عن أهم العلاقات بين الناس وهي العقود العبارة الشهيرة بين الناس كلها أنه العقد شريعة المتعقدين ولا أنه يرسي لنظام واجتزام بين الطرفين والعقد يضع نظام ويضع نظام للعلاقة بين الطرفين لأنه في ذات نفسه أصبح غانون العقود طبعا بشكلها العام ممكن تكون عقود مكتوبة وممكن تكون عقود شفاهية العقود المكتوبة واضح أنه اتنين ممكن يتعاقد فرد مع شركة وممكن يتعاقد شركة مع شركة وممكن يتعاقد شركة مع فرد على اختلاف الشخصيات الطبيعية والفردية من أهم كان العقود أنه يكون فيما يعرف بالإيجاب والقبول أو العرض والإيجاب والإيجاب هو حقيقة هو العرض والقبول إذا تلاقى العرض والإيجاب إن عقد العرض فمن المهم جدا أنه نحن نعرف قديما في القوانين كان التفرق بين الاتفاقيات وما بين العقود ولكن الآن أصبح التركيز على محتوى ومضمون الاتفاق بين الطرفين وقد يكون طالما كان هو ملزم أصبح هو عقد من العقود والعقود ممارساتنا اليومية لا تخلو من إبرام عقد يعني لو أنا طلحت على المواصلات فركبت الحافلة أنا ببرم عقد العقد هو أنه أنا اتفكت مع سيق الحافلة أني وصلني للمحطة المعين مقابل مبلغ مالي إذا أنا ذهبت إلى البقالة إلى الصيدلية اشتريت أنا ببرم عقد يعني حياتنا ممارساتنا اليومية تتشكل أيضا كثير من الأحيان تتشكل من العقود لذلك أصبح من المهم جدا أنه نحن نعرف أنه حقوقنا ونعرف واجباتنا إذا كان هو عقد أصلا مكتوب فده شيء واضح الناس بتركز على تفاصيل الشروط المكتوبة لا بد أنها تكون واضحة لأي نوع من الغرر والرقوموت وأيضا نحدد مكان يعقاد العقد والمحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق لازم نطلع لذلك أنا أنبيه أنه حتى حين النقر على الطريقة الإلكترونية في المواقف والموافقة للشروط لازم تطلع على الشروط التامة بشكل تفصيلي لأن النقر عليها يعني الموافقة والموافقة يعني الالتزام فلازم تعرف التزامات ممكن أن نحن رجعنا على أنه حينما توقع على الأوراق لازم تتأكد أن هذه الأوراق التي بصمت عليها أو وقعت عليها لا تتضمن أي نوع من أنواع الالتزام في مواجهتك فالعقود من العمليات المهمة جدا ومراجعتها من الأشياء المهمة جدا ولازم الإنسان يراجع كل ورقة يوقع عليها ونجدقيكم في مساحة جديدة